موسيقى مالو قرار سوري وصوتك مالو عرار وعن سوريا المستقبل في البارد غطس رجلك في النار الحيرة مش انشل مده يبقى يلف علي لازم هالقصة تطنيش كنت مرفع او دروش بالعلني او بالتلطيش من فرفتلك هالأخبار نعم تاسات الأخبار وعقلك من طباناته طاق حمامك قطعوا مياته طباخينك صاروا كتار طباخينك صاروا كتار طباخينك صاروا كتار طباخينك صاروا كتار مرحبا يا جماعة الخير بدي احكي لكم سر صغير خلاص ما فيني اصبر اكثر من هاي طول الفترة الماضي كانت مرحبا كانت عم تجيني اراء ونصائح من اصدقاء واعدقاء انه شو بدك بهالشغلة روحي عدي بالبيت وهي بمعنى او باخر تخنمي وتجوزي بس يبدو هاي النصيحة عملا بالمعاني العميقة للمثل الفرعوني الخالد ضل الراجل ولا ضل حيطة طيب بالنسبة للحيطة اديكو شايفين الحيطان اما بالنسبة للراجل فجبنا بداله مطبخ مبدئيا لانه اسرع الطرق للوصول لقلب الرجل العربي والعالمي هي مع التو ويسمحوا لنا الرجال العربي فاهلا وسهلا فيكم بمملكتي السعيدة وبما انه البيت بيتي واختي راحتي متل مو شايفين صار فيني اطبخ وانفخ شيلوا حط ملح وبهر حتى احرق الطبخة بحاله ما احد قالوا علي بيتي وانا حرفيه فاتفضلوا معي جميعا على موائد نور خانم والاكل والفرجة على قد المحبة البيت بيتي وبيتكن هذا تلك أم See مرتدي يومي проблема ول muchosESE الملوخي الملوخي ها مرتدي يومي الملوخي الملوخي وهيك عم يصير معنا نحن الشعب السوري عمناكل من نفس الطبخة كل مرة بس كل مرة بحالة مختلفة وريحة مختلفة وبنجي لحتى نبكي بيرجعونا لحماس يوم السبت ولا كأنه تعلمنا شي من هالدرس كله والنتيجة صرنا عمناكل ملوخية 8 سنين بأيار بال2014 أبرمت أول اتفاقية لخروج أهالي مدينة حمص من مناطقهم لتكون فاتحت التهجير وطلع أول مرة مصطلح تسوية الوضع اللي عرف بوقتها بهدنة حمص توالد طبخة الملوخية بالقصير وقدسية والوعر والغوطة الغربية والزبداني ومضايا ويلده وببيلة تم إعادة الأبن والاستقرار إلى بلدة ببيلة يلده بيت سحم وأخيرا تكرر هذا المسلسل بشرق مدينة حلب والراعي الرسمي لأولوبياد التهجير كانت الأمم المتحدة طرار مجلس الأمن يتحدث أيضا عن إشراف الأمم المتحدة على عمليات إجلاء المدنيين ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون العودة إلى المجلس خلال خمسة أيام لتقديم تقريره حول تعاون الأطراف المعنية على الأرض حول القرارة شكرا أنتونيو جوتيريس والشكر موصول أكيد للسيد بنكيمون بالمناسبة اللي عم يحكي أنه الأمم المتحدة طباخ فاشل ما معوها أبدا لأنه سكان الغوطة عم يغنولوا أن تسلم الأياد على مساعداتكم اللي وجد الطريق الصحيح مقادر الملوخية الأممية كانت نفسها بكل مرة التوابل على المجتمع الدولي واللحم علينا لحمنا المكونات الرئيسية قصفوا حصار كمان قصفوا حصار بضيفوا عليهم تجويع وأكل لحم أطط رشت استنكار عربي وأممي ما بأسره والوسط تنتهي بالتهجير المزين بالباسات الخضرة انطوت صفحة ست سنوات من الثورة السورية وانطوت معها قصة أخطر مدينة وأكثرها مأساة في العالم حلب الأيام الماضية كانت الضحية الغوطة الشرقية هاي الغوطة اللي ضربت نظام بالكيماوي بال2013 ووقت شف الملوخية الأممية عاقب أداة الجريمة وترك المجرم وعلى نفس خطى الملوخية وراء وراء مجلس الأمن عم يستعد هالأيام لتنفيذ عملية تهجير كبرى طبعا الشيف الروسي تسلم إيدو دخل على المطبخ ورشب هارات هدنة خمس ساعات يوميا بكتر خير ويعني وسيادته قال إنه الهدنة لا تعني توقف الأعمال القتالية عميق بنفس الوقت لا أجد أي تعرض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية فالتقدم الذي تم تحقيقه أمس وأول أمس في الغوطة من قبل الجيش العربي السوري تم في ظل هذه الهدنة المحرقة أو الفرن نفس الشي كله طبخ بالنهاية شايف النظام في المطبخ الأممي بشار الجعفر يأكد إنه الطبخة ما رح تتغير وإنه رح تكمل على نفس مسير تب الجودة اللي عوتكن عليها نعم ستكون الغوطة الشرقية حلب الثانية أما كبير الطباخين لمطاعم النظام سيرجي لاب حكى إنه ملوخية الغوطة رح تكون نفس طعمة ملوخية حلب تماما فيما يتعلق بتجربة حلب فإن ذلك يمكن تطبيقه في الغوطة الشرقية جماعة النظام كان له نفس التتش البصمة أو الحافر هكذا يتم إخراج الفبركات ومنتجة الفبركات من قبل الخوذ البيضاء الإرهابية في الغوطة الشرقية فسختوا الكوكب من هالرواية تعرفوا شو؟ جماعة الانتاج جيبولون ملوخية مرحبا من جديد ومن الملوخية والطبخ الأممي والسياسي لأصحاب المطبخ الحقيقي يعني نحن جماعة كوكب زمور رودة وهدول الجماعة يعني نحن عم نحتفل هالأيام باليوم العالمي للمرأة ونأسى بجليلة وعظيمة وبالغة الأسر ولأنه هاليوم هو مناسب لكل الكوكب لحتى يدلقوا فيه المدبجات تبعتهم والعظات فكان لازم نخصص هاي الحلقة للحديث عن هالكائن الرقيق أنا ومثلي متايل بيقولوا علينا جنس لطيف لما بدون يظرفوا الكلمة ضلع قاصر لما بدون يلاقولنا عزر نسوان لما بيغاروا مننا حريمات لما بدون يتسلوا على سيرتنا ولاية لما منكون بمصر الشقيقة وأهم شي بهات كله أنه نحن بنصعقل لما بدون يسبتوا أنه نحن على خطأ هذا الكلام كله مردود عليه ومالنا هون لندافع عن المرأة لأنه كل مرأة وإلا تركيبتها الخاصة بس في نوع جديد ظهر بسوريا أعاد تعريف الفيمينست والأنوسة بالعالم بصراحة سمعنا أنه في فكرة تطويع بنات حبيت الفكرة أول شيء أهلي ما كانوا راضيين بصراحة بعدين قناعتهم وإجيت سجلت اسمي لك يخرب بيتك شوفوا كيف وافق الدام الطلقية عادي ولك أنه عم تعمل مقابلة ما بكي يجي تكشي رصاصة بنص راسك يا هبلة إنو كانت إجيت رصاصة برافي للا؟ إي هلا إي هاد ما بنصاه يعني شفتها هيك لرصاصة عم تجي عوش الله حماكي المهم هاد نوع من الأنواع وبالداخل تشكيلة أوسعة الله راضي الله راضي الله راضي لك معقول شو هاد؟ معقول فيه نسوان هيك ما بيخافوا وقلبهم حديد ضاعت مشاعر الأنوسة خلاص تحولوا لمقاتلات معقول فيه هيك شي لك لهالدرجة أسرت الحرب فينا يا الله أنا ضخت يا جماعة والله ما عاد فيني أتحمل لك حطولنا أي شيء غيرو لنا جاو حطولنا شي ترفيهي فمني أي شيء يا ملال عجاج بمجموعتها الجديدة وتأخذنا إلى عالم آلهة الياسن أنا ضخت بلوخية بالنهاية بدنا نحيي المرأة السورية اللي ما عنده وقت لكل مهاتراتنا واللي يمكن ما عنده لا تلفزيون ولا انترنت لا تشوفنا اللي عم تنطر ابنة ليطلع من المعتقل أو مسكونة بهم تأمين لقمة عيش أطفاله هاي هي المرأة السورية اللي منفتخر فيها نشرة أخبار المطبخ أهلا بكم أصدرت منظمة اليونسيف للطفولة بيانا كامل الدسم فيه مذاقات جديدة وغير مسبوقة ولم تعرفها مطابخ المنظمات الأممية من قبل مقادير بيان اليونسيف هي وين المقادير يا جماعة مقادير مقادير يا جلب العنى مقادير مقادير ياهل اليونسيف مقادير يذكر أن البيان يتميز بنقاء صفحته وسلامة نيته وخلوه من الحروف والأرقام والآراء والتحليلات والمواقف الإيجابية والسلبية والحيادية وكل ما يعكر صفو صفحته البيضاء جدير بالذكر أن البيان يعكس بوضوح حجم اهتمام العالم بالقضية السورية احتفلت الأوساط الثقافية ورسمية في دمشق بكتاب السيدة نجاح العطار السينما أم الفنون ومعجزة العصر ولم توضح السيدة العطار عن أي عصر تتحدث إلا أن مراقبين رجحوا أنها تقصد عصر تشارلي تشابلين صديق قفولتها الكتاب الجديد يشكل منعطفا تاريخيا ولحظة مفصلية بعد سنوات من العمل في مجال المسرح أبو الفنون حيث أشرفت العطار على بناء المعهد العالي للفنون المسرحية عندما كانت وزيرة للثقافة في الألفية الماضية في حيث يتوقع أن يكون كتابها القادم في الألفية القادمة عن وسائل التواصل الاجتماعي أخت الفنون وذلك عندما تسمح المؤسسات الثقافية السورية بوجود هذه الوسائل تحمل السيدة العطار لقب أمكن إمرأة في سوريا نظر لجهودها وإنجازاتها الكبيرة حيث أشرفت على بناء مكتبة الأسد واكتشاف مملكة إبلا وشاركة كريستوفر كولومبوس اكتشاف أمريكا غير أن هذه الإنجازات لم تمنع السيدة بوثينة شعبان من الاعتراض حيث أكدت أنها أمكن من السيدة العطار وأن لديها وثائق تؤكد وجودها في بيت أبو نؤلؤة قبل اغتياله للخليفة انتهت البارحة لجنة خاصة من وضع قائمة تفصيلية بالمواد التي تم تعفيشها من فندق راديسون بلو باراديس الذي ضم أعضاء وفد النظام قبل حوالي شهر في مدينة سوتي الروسية وللمزيد من الإضاحات معنا من سوتي مراسلنا أيمن الناكوش ناكوش يعني ما مدى جديد الأخبار التي تتحدث عن عملية تعفيش واسعة في سوتي؟ نعم نور الأخبار حقيقية بالفعل إنها مفاجأة صادمة وسابقة محرجة لديبلوماسية السورية فبحسب التقرير فقد عفش أعضاء وفد النظام 56 غلاي 112 مصباحا كهربائيا 422 وسادي بالإضافة إلى 87 عربة شامبو و554 مترا من أسلاك التمديدات الكهربائية النحاسية وهناك أيضا العديد من المسروقات وهناك أيضا مرواحة سقف لكن تم اتهام معارضة بها طيب يعني ألا يوجد كاميرات مراقبة في الفندق رجال أمن؟ يا أخي ما عندكن العين الساهرة؟ نعم نور لكن للأسف تم تعفيشها أيضا كما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة عناصر أمن العمع هالحكي طيب ما هو موقف السلطات الروسية؟ السلطات الروسية تشعر بغضب كبير وطالبت السلطات السورية بدفع تعويضات مالية إضافة لإضاحات حول الطريقة التي تمكن بها وفد النظام من تعفيش 12 بانيو و55 طنجرة من أطبخ الفندق إضافة إلى العديد من أيمن؟ ناكوش؟ ناكوش؟ يبدو أن أيمن ناكوش تم تعفيشه كذلك تحت شعار جندنيا سيسي في السلاح عريسي أربع فتيات تقدمنا بأوراقهن إلى قسم تجنيد وتعبيئة الإسكندرية شمال غرب مصر وطالبنا بسرعة تجنيدهن وتأهيلهن وإرسالهن لمحاربة أعداء الوطن الأشرار الذين أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية وقد أكدنا جميعا على حبهن العميق للزعيم الملهم القائل بناتي؟ ملهم؟ حد اعتدى عليهم؟ كما دشنا حملة بعنوان مجندة مصرية وطالبنا بأن يتم تعميم تجربتهن على جميع فتيات مصر على أن يكون سلاح الفتيات لبان مطاطي بطعم الفراولة استخدامه في عمليات الشنق الميداني لأعداء الوطن وبعض عصي الدولسي أي الأيس كريم وفوارغ مصاصات البطيخ للدفاع عن النفس الشارع المصري استقبل الفكرة بكل حب وسعادة وترحيل السيدات ما يصلحوش وما يقدروش ينفذوا المهم دي يبقى فيه احتكاكات رغم الضغوط وهتقدي لمشاكل كتيرة وهتضيعنا حاجات كتير في شرف الجيش ما ينفعش نقلت حد احنا مش عايزين نقلت الجيش الاسرائيلي لو ممكن تكون البناتي بكلهم دوروا ورانا أو وراء الجيش يعني أو وراء الأفراد قامت المسلحة مثلا عبرت الجمعية السورية للمعلوماتية عن قلقها البالغ لمرور عدة أسابيع على تخلف السيد قرش المتكرر عن الاتهام الكابل البحر الضوئي للإنترنت من طول الغيبات عض الكابلات في كهف ما بأرض ما من دولة ما دعا أيمن الظواهري أتباعه في سوريا إلى الاستعداد لمعركة قد تدوم عقودا طويلة وعدم التمسك بالأرض في حين لم يحدد الظواهري بماذا يتوجب على أتباعه التمسك ممكن يتمسكوا بأقرب كهف مثلا نقيب صيادلة سوريا يقول إن خطوط الأطباء تجاوزت مرحلة خرابيش الجاج إلى مرحلة الطلاسم ونقيب الأطباء يرد الخط المفشكل جزء من هويتنا ودعوات استخدام الكمبيوتر مؤامرة هدفها النيل من سمعة الطبيب السوري كل سمعة وأنت بخير سيادتك مرحبا بكم مجددا وأهلا بكم في مطبخنا التحليلي رغم شكوى الشباب من تجنيدهم إجباريا في مصر إلا أن هناك فتيات على مهلك بس كده على مهلك وأنت مش هتقدميني دخلة في الموضوع كده على طول مش هتقدميني للناس أنا أسفر أعتذر منك إيمانا مننا بدور الرجل وحقه في البقاء حال تمكين المرأة استوردنا من مصر حديثا الأستاذ صفوت رح يشاركني بتقديم هذه الفقر حسن أنك مطلعني من العلبة دلوقتي خلصوا أنت تفضل ترحب هيك خلينا نرحب بضيفنا الموجود معنا في الستوديو الأستاذ محمد ردوان المحلل السياسي للتعليق على الخبر أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك وأهلا بالجمهور العربي والجمهور السوري والجمهور المصري لأن الجمهور المصري ده قبل الاثنين إحنا حضرت سبع تلاف سنة نسألك سؤال أستاذ محمد شو رأيك بتجنيد الفتيات في مصر؟ طالما تجنيد يبقى تابع الجيش خدت بالك آه لا الموضوع عندنا كبير في مصر مش حاجة سهلة سبع تلاف سنة وطالما تبع الجيش يبقى أمن قومي خدت بالك وطالما أمن قومي يبقى تابع في خانطر إيش أشوف أزعبول لأولا إسكت شوية يا حبيب إسكت شوية يا حبيب إسكت شوية لأشان ده شغل متعوب فيه إسكت شوية طب أنا سألتك عن رأي ما أنا بقولك رأي هو؟ لا 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 إزاي؟ إزاي؟ إيه اللي كنت تقولي مش الموضوع تابع الجيش أيوب؟ يبقى تابع السيسي على طول يبقى ناخد ده شده أي كلام نيقوله أنا حسأله والله يا حبيبي إسكت يا حبيبي يعني السيسي إسكت يا حبيبي يعني السيسي هو الوطن؟ أستاذ محمد؟ طبعاً ملمين الوطن هتكفر ولا ايه فيها لا 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 فهمونا انت جايبة واحد ما عرفش جايبة من السؤال الحرة لا 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 ما تغلطش تغلطي فرقم تغلطش لا يغلطش احنا امتقل من تجنيد السيدات في مصر لتجنيد السيدات في كوريا احسن خليكم في كوريا ما لكمش ضعب الشاني يا عم احنا صايبينها في حالة وحد لمسكها احنا بفكرة حاجة انت خالص ولا في مسك ولا قعد ولا اي حاجة خالص وعلى فكرة ايه يعني والله يا استاذ طلبة زعيم كوريا الشمالية عمل فريق مشجعات وين ما بيروح بتلاقيهم رايحين وعن بيشجعوه يعني انت كيف بتشوف هاد الحكي اقول لك بس احنا عندنا في مصر يا صفوت يا صفوت مش انت من مصره برضو يا استاذ محمد لا مال حضرتك من ايه ملكش لعوة طب كمنا فضل يا استاذ محمد طب اقول لك حاجة انت بتحضر مؤتمرات الشباب بتشوف المؤتمرات الشباب ايوة بتشوفيها يعني ايوة بشوفها طيب خلاص بس هيك ايه لا هلا فضل كيف ترى تصرف زعيم كوريا الشمالية جاوب يا استاذ محمد ارجوك شوفي زعيم كوريا الشمالية ده طب نجيب لك ساحلا نجو باندوك نجيب لك ساحلا لا صفوت لا حاولي من قوته لب لا لا بصي لحظة واحدة لا حظة واحدة عشان ايه خلاص خلاص الاستاذ لا يا استاذ محمد يا استاذ محمد ولاا اتفضل يا فن انت فاكرني محلس سياسي بجد ياد ولا ايه يا لأ اتفضل يا فن انا ببيع كدة في الفجالة يا لأ الفن متفضل يا استاذ محمد لو سمحتك في الوقت اتفضل يا لأ استاذ محمد بس بيدونني يعني ادوان حادة مش هشيلة اتفضل يا استاذ محمد على ما بتجيش الا بتسكى على بقه طيب اتفرج انا بقى على محمد صراح ممتاز كميلوا كميلوا هل يمكن تعميم تجربة جيش كم هنا في المنطقة العربية احنا عندنا جيش اصلا احنا عندنا في مصر جيش زيه كبير من اسكندرية الاسواء اه وبعدين مش محتاجة تجنيل هم بيتجندوا لوحدهم كلا على طول اي واحدة ست عاوزت تشاجع اسيسي طب هل هناك شروط معينة يعني لا خالد تكون بتعرف ترقص بس ترقص اه تزو وسطها قدام اللي جان كده تبقى حاجة زي الفل اخر حلاوة شو علاقة العرس الديمقراطي بالرأس لا 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 ياه يه 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 علاقة مهمة جده 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 لا 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 احنا وقعنا في الناس مش محترفين كدة يا جده يا ست كل ده يعني عنوان المرحلة الرأس ده عنوان المرحلة تقول لي يعني رأيك عنوان المرحلة اسداative محمد لا مش لمحما انا بقول واجئة وانا كويس السلام الرأس عنوان المرحلة طب لو سمحت لو سمحت ممكن ممكن نضال في موضوع كوريا الشمالية ايه د jaw انتم رحين كوريا الشمالية طب ما تاخدوني معاكم لا، خليك أنت مرتاح لو سمحت ما رأيك جايبين ومنيدي والله من عندكم جايبين ومين؟ كل حاجة تلاقي على الأرض الجميع كده يا نور مش ممكن ما هذا الموجود؟ أنا، أنا، أنا توت إحنا وصلنا فيه للأسف وصلنا إلى ختام فقراتنا إيه ده؟ بالسرعة كده؟ هيوة بالسرعة كده ده أعطلنا الوقت لعرفنا نتكلم على الرأس ولا على بنج بونج معلش، ننتقل، ننتقل إلى ضيف جديد ومحلل جديد أنتقل معكم لا، خليك مرتاح، خليك مرتاح يا صفوة أنت يعني تمكنت بكفي هيك أنا صغير تأخذ مكاني ومعنا للتدقيق والتمحيص حول موضوع كوريا الشمالية العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي ماهر المدفعي أهلا بك سيادة العميد سيادة العميد يعني أود أن أسألك ما رأيك بما فعلته كوريا الشمالية وهل استفادت سوريا من هذه التجربة؟ بداية لا بد من التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بيننا في الجمهورية العربية السورية هاي بعد عيشة؟ نعم أفوا سلامتك أكمل بسيادة العميد والأشقاء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فبيننا العديد من القواسم المشتركة نحن نشكل ضلعين أساسيين في مربع المقاومة ونحن نتجاور في معظم التصنيفات العالمية كالتصنيف العالمي لقمع الحريات والتصنيف العالمي لقمع الديمقراطية ونتجاور أيضا كأكثر الدول أمنا مخابرات طب خلينا ننتقل لموضوع آخر سوتي يعني معقول سيادة العميد وصلت موصيل كلها سوتي نعم نعم إلى سوتي وما بعد سوتي لن يقف شيء في وجهنا وسنستمر في نضالي والمقاومة ايه سيادة العميد ما عم نحكي عن نضال التعفيشي وفد النظام عفش سوتي هذا كلام عارن عن الصحة ومحضو تطليل ألمي أترفع عن الرد على هذه الترهات لكن يعني الروس نفسهم حكوا مطولا وبتقارير أنه الوفد تبعكن عفش الفندق اللي بسوتي كمان هاي مجسمات فبركات أستغرب حقا هذه الادعات هل يعفش الإنسان نفسه؟ نعم الروس نحن وإياهم واحد جيبنا جيبهم وأرضنا أرضهم ورئيسهم رئيسنا كل ما هنالك أن السادة أعضاء الوفد كانوا سعداء للغاية بهذه المكرمة الكبيرة من الدكتور بشار الأسد فأحبوا الاحتفاظ ببعض التذكارات يحدث أبنائهم وأحفادهم عن هذه الزيارة التاريخية العظيمة تذكارات قلت لي يعني هلأ فينا نعتبر أنه البانيو والطنجرة تذكارات بانيو بانيو نعم تذكارات طيب جميل هذا الحكي تمام كاميرات المراقبة هي العين الساحرة الروسية على أمننا دائما يا سلام طيب هدول كلهم نتغاضع عنهم مراسلنا اللي عفشتوه كمان هذا تذكارات سنتأكد إذا ما كان مطلوبا في أي جرم أو اتهام وإذا ما ثبتت براءته فسيلتحق بإحدى تشكيلات جيشنا العربي السوري ليسدد بعضا من دين الوطني تجاه أبنائه هذا أزدال عايش على العموم نشكرك سيادة العميد والمحلل الاستراتيجي ماهر المدفعي على هذا اللقاء التذكاري كما نشكر مشاهدينا وبهذا نصل إلى ختام أخبار مطبخنا دمتم بصحة وعافية لا ما في عيونه هعفش الصحة لا تقليلي هذا كمان موحلو شوفي لي بالله بالله شوفي لك أم عاطق شيلي هالموبايل منه بالله عليك حاج بقى لسه بحياتي أنا ما شفت كل هالعدد العشوائي من الشباب بيوم واحد مين عشوائيين يا خانوم؟ لك دول كلهم أصدقائي على الفيس مفكرة فيي مين من كان بنقيتهم كلهم على الفرازة الفرازة؟ من أين ضيفك كل هالشباب؟ موحيل الله شباب يا خانوم كل واحد فيهم داب قلبه لحتى قابلته عندي هالصفحة إن شاء الله مفكرة فيي مين من كان؟ أساسي يعني بقدمه على مفاضلة سنوية بتختاري أحسن عشرة هم تخفي في دم يعني؟ تعرفيني مأنفة بنائيون على الفرازة فعلياً ما برفض حدا إلا زا كانت أسبابه قاهرة قاهرة بالله شو فيلي شو فيلي هاد شو فيلي آخر واحد آخر واحد شو فيلي على هالزورة ذكرني بأبو عاطف الله يرحمه شو أبو عاطف كان حمش ويعصب كتير؟ حياته ما عصب علي ليش بيسترجي يعصب؟ بعدين لاش لا يعصب كنت معيشته أحلى عيشة بحلب قال يا عصب قال بس يعني فيه ملوه إذا عصب بيطلع بشباه هذا الشب والله هالأبو عاطف كان وردي حتى كل أهل البناية يعني كان يمدحوا فيه وكانوا زعلانين عليه والله علم بيش خلينا فيكين ورخانهم يعني ما أقول ما أعجبك ولا شاب من كل هالشباب اللي فرجيتك يا هون غريب أملك يا جارتي هلا أنت شلينا من هالسيرة شو صار معك مع أم طارق؟ لسا عملتي لابلوك يبعت لحمة صفحتها مليانة شباب على أساس صفحتك مليانة شو؟ يعني شو فيها يعني إذا البنت ضافت شباب كان زميل أو رفيع بالشغل شو يعني؟ تعرفي إنه البنات برا هنه اللي بيطلبوا إيدي الشاب؟ يطلبوهن على الجيش إن شاء الله مادر ناقص غير يشيلوهن ويدخلوهن على البيت متل الأفلام الهندية لك فيقي بقى فيقي لك شو شايفتيني شو ناقصني ليش؟ هلا أنت مو درستي وتخرجتي مبسطتي على حالي تكسرتي عين الكل لك إيه درست شي بحبه مشان اعتمد على حالي وما أحتاج حدا يا عيني عليكي درستي ومبسطتي بس مو بعدين قررتي إنه تتركي شغل هذا الرجال وتنضبي بالبيت؟ ايه وبعدين؟ هلا أنت شو عم تعملي؟ عم بالعب بالغولف شو عم بعمل؟ عم بقطع فاصولية ليش عم تقطعي الفاصولية؟ عشان أطبخ فاصولية ورز بعرف شا تطبخ فاصولية ورز بعرف مو هوايتك تقطيع الفاصولية وجمع الطوابع هي الطبخة هي نفس هي شو عمليا؟ طبخة فاصولية ورز وعازمتك من مبارح شو نسيتي؟ لعمر إلو حقه ها؟ ولك كل اللي بيني وبينك شهر شهرين شو عمر ما عمر؟ خرب بيتك لك أنا والله منشانك لك يا بنتي بنت حلوة ومثل الفلة وأمورة هيك بحلاوتي يعني تقريباً ومنجيلي ومو منجيلك أنا أم عاطف لك ايه هلا أكبر مني بسنة سنتين يعني مو هذا حديثنا المهم أنا كل يوم بشوفك عم تتزبطي وتتهندسي وتطبخي بقول إجع ابن الحلال ما بشوفك إلا عازمتيني والله ضحكتيني أم عاطف يعني أنت طول النهار عندي ما بدك عزيمة؟ لك ايه منسلي بعض ولو أنت لحالك وأنا أولادي مهاجرين تعرفي ايه صحيح على سيرت ولادك شلونه من ولادك؟ عاطف ابنك شلونه؟ آخ يا عاطف لا تذكريني بعاطف ليش خير أم عاطف؟ شو صير معه بألمانيا؟ سمعت عم يدايقون للاجئين هنيك عاطف ملاجئ عاطف مخترب طلع ليش طغل ليش لا يلجأ؟ البلد ناطرته بس يرجع ويكوّد حاله والجيش كمان ناطره ايه قومي شوفي الرز هلا بيكون فأس وان هالشي ما عم بتتجوزيه هلأ طلعت عالرز ما فيه شي بدك تغيري السيرة المهم ليلي شبه عاطف؟ مرته لأهل مسكين سجلت هي وعاطف دورة لغة ألمانية طيب حلو تساعده على الاندماج ولك بلا اندماج بلا بطيخ خذوا المصطلحات شيئات الفيسبوك بعدين عاطف ماله لاجئ عاطف طلع على الغربة من شأن يعني يكون نفسه ويعتمد على حاله وبلده ناطرته ايه وبعدين لك هو كان بده يروح الدورة لحاله الفلو عيفة بالبيت لها المقوصة وتتصل سألني بتعرفي ولادي ما بيعملوا شيء إلا من بعد ما ياخدوا رأيي بكل شيء مهم الفلو عيفة لهي المقوصة بالبيت لحاله المرة مكان البيت تمسح وتغسل وتجلي هو بيبقى بيحكي معه عربي يعني بس تحسنت ألمانيته بتعرفي ما بينسى لغة بلده وهي اللي كبرته وربته ودرسته لك ايه ايه بعدين اه رفع وصف لتفوقي هالملحوز طيب والله شي منيح الفبروك بالله الفبروك قلتلك خلصت الأزمة لأنه أزمة في عينك لك فرحت لها لكنتك أنه تفوقت ايه قومي نتغدى بشترلتم على تبه هذه المناسبة الرائعة شو بتحبي أنت تغيري السيار اسمه شيرتون بعدين عفشوا الجيش وصار سكنة عسكرية لا وقف عندك يا خانم شو عفشوا ما عفشوا الجيش مو بي حاجة يعفشي هذو الإغراض بيجوز أخدون استعارهم فترة ورح يرجعهم بعد القضاء على الإرهاب هي لأنه الجيش بيحارب الإرهاب بالغسالات والبرادات والمكيفات ما خصنا هالتشغل الشباب هنين أدرا فيه ويعليكي حاجة غير السيرة هلأ فهميني انتي شو القصة؟ شو اللي يمزع عليك من قصة ابنك عاطف؟ مكرا من بعد ما تتعلم رح رح يدبرو لشغل لك ايه مألف مبروك والله فرحتيني ليش انتي زعلانة؟ ايه قومي نتغدى بالشارلتون بهذه المناسبة الرائعة لك شو مبروك لسه كل شوي بتططي بسعادة وفرح ايه أم عاطف والله شي بفرح يعني ما بتعرفي شو بصير الولاد رح يشوفوا أبوهم بالبيت وامت بالشغال يا إلهي يا عاطف منيح الولاد بشوفوا أبوهم أكتر بينبستوا بشوفتوا بالبيت الأب مولا البسط الأب لازم يرجع عالبيت تعبان من شغله ويكون مع الصيب لازم يعني يرجع مع الصيب؟ يعني يفضل يرجع مع الصيب يلاقي مرته طبخة طبخة بسدد نفس يلا أكل أمي قطيب أمي يعني أنا ويرفص الصحيم بإجروه يضرب كفين لولاد يربيهم شوي وينزل مع أصحابه على القهوة هلأ هاد البرنامج اليومي للرجال؟ يوه طبعا هلأ أبو عاطف الله يرحمه كان لما يرجع على البيت يسوي لك كفين هيك ويرفص الأكل بإجروه ويتركك وينزل على القهوة؟ يمكن جايني مستكول هاد الجدول اليومي تبعه؟ يلا قبلي تجهيز بيتك أنت وبرنامجك حبيبتي بيجيك شي على الريس يلا بخاطرك بفقرة الخمسة الفوق رح نعرض في أبرز خمس تصريحات عربية حكت عن المرأة المجتمع العربي دائما متهم بأنه مجتمع ذكوري ما بيفرد مساحة للمرأة غير في الإعلانات وأغانيها بتوفيق لكن بعد ثورات الربيع العربي صار للمرأة دور كبير وتواجد أكبر بتصريحات المسؤولين ونموذج رجل الدول العربي طويل العمري طويل العمري يزهزى عصره وينصره على من يعديه هاي هي صار ينظر للمرأة بطريقة مختلفة عن السابق خلونا نشوف أهم خمس تصريحات دخلة معنا المنافسة بالأردن وضع المرأة مماثل لوضع في معظم دول الوطن العربي لكن مؤخرا على ما يبدو الأمور فيها تحسن ملحوظ وهون كان في تنافس شديد على أغرب تصريح أو موقف بالنائب البرلمان يحيى سعود وضابط المخابرات الأردني النائب السابق محمود الخرامشة يلي بكل موضوعية وقلب واسع يتابع جميع البرامج اللي بتهتم بالمرأة الأردنية وبيحاول بشكل دقوب وضع حد لعمليات التحرش بالأردن اسمع هذه تجربة مش صحيحة وبتحدى إذا كانت صحيحة أكيد ممكن تقولوا أنه النائب محمود الخرامشة هو اللي فاز بس للأسف النائب يحيى سعود هو اللي فاز معنا بالمرتب الخامسة الله لا يسامحوا اللي جاء بالكوتى على هالقبة الله يتجم منه الله يتجم منه الله يتجم منه لك عادي يا هند والله شكلها الهند رح تعمل برنامج مثلي وتقدموا داخلته بالبرلمان من البيت منروح على لبنان بلد الحريات المرأة في لبنان فيها تعمل اللي بدها ويمكن أكثر من الرجل المرأة اللبنانية اللي هلأ فيها ترجع الساعة ثلاثة وش الصبح على البيت وما حدا يحكي معا شي متل أيام الأمن والأمان بسوريا بس هلأ عزيزي المرأة اللبنانية عندك نعمة أهم من كل هدول ساعدت وزير خارجيتك ميسيو جبران باسيل اللي بيقدر جمالك بشكل منه معقول وبيحكي عنك وعن جمالك بكل المحافل للغريب قبل القريب عم يشتغل مندوب تسويق لجمالك ماسSON احسن احقه في كارولاينا ، يسردك من خارجين Institute كارولاينا أو ماش stars بيوصف جسمك لزملائه المحترمين في السرك الدبلوماسي عشان هيك معالي جبران باسيل فاز معنا بالمركز الرابع مبروك مسيو معنا بالمرتبة الثالثة شخصية سعودية خارقة للعادة المرأة في سعودية عندها مشاكل كتير بس مؤخرا طلعت حزمة قرارات بتمنح المرأة السعودية رفع نسبة تمثيلها بمناصب الدولة من 1 بالمية ل 5 بالمية وطبعا القرار التاريخي اللي سمح للمرأة السعودية إنها تقود السيارة من بارك للمرأة السعودية ولكن عنا سؤال للفائز معنا بالمرتبة الثالثة برأيك ليش المرأة ما لازم تسوء السيارة المرأة عندها نقص في العقل واش رايكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عندها إلا نصف عقل يعطيها يحطيها رخصة ألا ما يعطيه يعطيها ألا ما يعطيه طيب كيف تعطى المرأة عندها لنصف ليش المرور طيب وإذا خرجت وإذا خرجت إلى السيارة وينقص زيادة نصف كم يبقى كم ربع فعلا فعلا معكها المرأة بنص عقل أما الرجل بعقل كامل أسرة برنامج نور خانم تقترح عليك تعطي رخصة قيادة واحدة لكل مرأتين معا إذا منقول مصر بيخطر ببالنا الأهرامات النيل والتحرش التحرش بمصر ظاهرة تعتبر برأي العديدين أنه مشكلة خطيرة وبتهدد المجتمع المصري لدرجة أنه مصر تأثرت حتى سياحيا بسبب هالموضوع ظاهرة التحرش بمصر مانا جديدة أبدا وما ظهرت خلال سورة 25 يناير مثل ما البعض نفكر مصر من زمان كانت دوما بالمراتب الأولى بالتحرش بالعالم بمصر التحرش أنواع فيه تحرش فردي وفيه تحرش جماعي واسع حبيبك واسع واسع بابك واسع يا ابني عيه واسع ما صحش بلاش العجاد دي يا كلاب وإحنا بشوته بيس وهي نيلة وتحطط على دماغي أنا عارف وطبعا هون عم نحكي عن تحرش جسدي مو لفظي موضوع التحرش بمصر شهد نهايته طبعا على أيام السيسي كان الموضوع ما بيحتاج إلا رئيس صارم بس حنون هادئ بس سريع البديهة بسيط بس بسيط يا راجل عيب عليك صحيح يا راجل يعني ما تبصش عليها عيب كده مش بقى تقول كلاما خادش ولا تصرف تصرفات يعني لما واحد دي مدي يده ولا بتاع ولا يا نها ربيض يا نها ربيض مالفين أخلاقك مالفين دينك الطعبة والحلوة دي أكشب بالله طبعا بعضهم بيبعوا مشكلة ورده بس يعني يعني القرف تاجي تعال في إيه بالمرتب الأولى منروح على سوريا دمشق قلب العروب النابض بسوريا صارت ظاهرة مؤخرا زلزلت الكوكب أقلقت الكائنات الحية وقدت لكوارث حقيقية مصيبة حلت على البشرية والمجموعة الشمسية يلي صار إنه الفنان الشام لغادة بشور قامت بانتهاك سافر بحق المرأة والرجل والكائنات الحية والفضائية لما طلعت على البست بالمطعم ورقصت وسدت نفس الموجودين ونفس كل واحد اشتغل بها الفقرة ببرنامج نور خانم سألت حالي يا بنت وين شايفة هالرقصة وين شايفة هالرقصة وهيك منكون وصلنا لنهاية فقرتنا الخمسة الفوق مثل ما شفنا المنافسة كانت شديدة منبارك للعزيزة غادة بشور اللي تمكنت من إحراز المركز الأول وكسرت كل قواعد الفقرة الأربعين وفازت بخسرة بدون لسانة بغض النظر طبعا عن العسل اللي عم بيناقت من لسانة خلونا نشوف إذا المرأة تمكنت زيادة عن اللزوم شو ممكن يصير لكي خليلي جمالا كيفك يا حبي لوحيد؟ مش تقرك كتير كتير حبيبتي ليش تأخرتي؟ لك ما بتعرفي إن أختي مانعتني أطلع من البيت من بعد ما حكينا مع بعضها بتليفون وكشفتنا؟ حبيبي زحمي وبعدين أنا وأنت مو من المفترض نلتقي اليوم لو لا أكزناك بصراحة أي في موضوع كتير مهم حبيب أحكي معيك بس لازم نكون رايقين وعاقلين وواعيين وبدون أي عصبية حبيبي إنت إذا ما بدك تعصبني ما بتقول هالكلمة ببداية الجملة لأنه هلكني بالذات بتفزز لي عصبي رؤي حبيبي رؤي ما في داعي للعصبية أساساً أنا كنت بدي أحكي معك بموضوع بسيط كتير لا بسيط ولا شي إذا بدك تقلي تترو تشوف هداك رفيقك تزفت وتنام عنده فأنا من هلأ أمقلك ها؟ هالموضوع بكفة وعلاقتنا بكفة سمير؟ شو دخل سمير هلأ بموضوعنا؟ سمير أساساً أنا نسيت قصته ما بقى نحكي مع بعض من بعد قصة الفيسبوك أصدقل الإنستجرام قوة تصور صور ما يعجم بالمسبح وعمل لك تاج عليها لا حياتي لا هو القصة كلها كانت قصة فيسبوك أنا عرفاني شو عم أحكي بعدين أنت متغير من وقته وعم تنزل صور شروي غروي على الفيسبوك أنا متغير؟ ايه و بعدين شو فتحت الصدراني؟ ما بتستحيع حالها؟ ولا الحلق شو قصته؟ حياتي هاد القميس كتير كتير عاجبني لك إيش قد حلو؟ والحلق أنا كتير عاجبني بس يا ترى عجب إذا أتقل لك شي كلمة عن نادي الملاكمة تبعيك شو رح يكون موقفة؟ حبيبي أنا قلت لك أوبين مايت أوكي بس هذا اللبس ما بيمشي معي وهذا الفياد أكتشيله؟ أنا فكرة أنا مو حاولة حلق وطيابي كتير حلو شو عمو شو خير؟ بلاقيك ملزق كتير هون زيب لنا طبقة مشان السيجارة للضموزيد نايوني الدموزيد تاخدي معا مانجا؟ أشرب مانجا ومص التوتر بعد كمان نايوني نغام خليكي معي شوي وبطلي هالحركات أنا معك وما خلصت حديثي أفلاً من هالتيا بتغير لي يا هون وبعدين شو قصتك كل يومي عم بضيف لي بنات على الفيسبوك؟ لي عم تقبل صداقتون أه؟ حيبتي أساساً عم بقبلون هدور رفقاتي بالشغل أيوه؟ وأنا خطرت كميل حياتي معك أساساً بس هذا مو موضوعنا هلا بعدين أنا قلتلك يا حبيبي أنه أنا ما بدي نخطب ونطول بالخطبة أنا بدي نخطب ونتجوز فوراً بس هذا موضوعنا هلا أنا أساساً جبتك نهون لنحكي بهذا الموضوع بصراحة أهلي عب نقوا علي بدون يجوزوني وبصراحة أكتر بدون يشوفوا أولادي خطيبتي القديمة هي وإمها عب يتواصلوا مع أمي وجاهزين لشو ما بدي هيهي علينا هلا كلما أنا نفتح هذا الموضوع دا تقلي خطيبتي السابقة ورفيقتي اللي بجامعة كلهم صاروا بدون يتزوجوك بعدين أنا شو قلتلك عن هذه الشرنة؟ شو قلت لي؟ قلتلك أنتك كبيرة عليها أنت بس بكرة تقطع الأربعين حتتتلبك فيها يا أهبل كبير كبير أنت كبير واللهي كبير نغم أنا معا بتحجج أنا فعلا مليت من المواطلة بهاي القصة بعدين بعد شترة أنا بكبر عمري وبخاف بعدين البنات ما يقبلوا فيني زيت؟ من الآخر؟ أنا ما فيهي تزوجك شو؟ ما فيكي تتزوجيني؟ شو عم تقولي أنت كيف يعني ما فيكي تتزوجيني؟ انسيتي حالك؟ انسيتي من اللي ضعفني على الفيسبوك؟ من اللي قتل حاله لحتى رد على المكالمة الصوتية تبعته؟ من اللي شنق ألف مرة لحتى بس أفتح له كاميرا وفرجي السيكس باك تبعي؟ صراحة؟ أنا شاب صاحبته وعملت اللي عملته معه مستحيل ارتبط فيه شو؟ يعني ما فيه ارتباط؟ يعني ما فيه زواج؟ قال معه حق سمير بيقل كلمة آخر ايه وبشني جمال وأنا شو اسمه الحلو؟ طب شو رأيك تصير حب الوحي؟ اوكي؟ تمكين المرأة من ماذا وعلى ماذا ولماذا؟ دعكم من كل هذا في بيتنا اليوم سنجيب على كل ما سبق مع ضيفتنا الفنان السوري عز البحرة والدها الكاتب والصحفي نصر الدين البحرة ووالدتها الفنانة التشكيلية والنحاتة عصام ميرزو مع هذا الحسب والنسب كان طبيعيا ان تتمرد عزة على مجتمعها وتدخل عالم الفن والتمثيل رغم رفض والدها ذلك خوفا عليها من سلطة الدولة ورجالها استطاعت عزة ان تصنع اسما وشهرة في عالم الدراما السورية يقول بعض الذكور الخبثاء وبعض الاناث المكهودات ان المرأة لا تنجح في مجال الفن او السياسة الا اذا قدمت التنازلات هكذا يقولون حاولت الفنانة البحرة ان تدخل عالم السياسة فوجدت نفسها مع مجموعة كبيرة من النساء وزعت عليهن جوائز ترضية ومناصب مسلوبة الصلاحية فكسرت الدف واعتزلت الرقص فهل اثبتت الفنانة السورية نفسها في عالم الفن وكيف تقيم تجربتها السياسية وما هو تعريفها للمرأة المتمكنة اليوم في بيت نور خانم ستجيب البحرة عن هذه التساؤلات وتحدثنا عن تمكين المرأة مدام عزة البحرة اهلا وسهلا فيك ببيتنا فنانة السورية القديرة شو رأيك بالبيت اول شي؟ ظريف لطيف طيب حلقتنا اليوم عن تمكين المرأة بس اول شي خلينا ستطلقه على النار شوان احنا هون شاء الله واحد يحس حاله انه ببيت بيته ما يحس ابدا بالغربية ان شاء الله هيك تشتغل ها ستطلقه على النار تمكين المرأة شو برأيك هذا المصطلح؟ هل تعطي بري حالك انت مرأة متمكنة؟ تمكين المرأة يا عزيزتي فيها شي بعمق المصطلح اللي علاقة بكسر العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية اللي كثير بيكون الى موقف من عمل المرأة ومشاركة المرأة بالمجتمع بكل ابعاده يعني كنت في حالك انت مرأة متمكنة؟ ايه طيب تمسكنتي لا تمسكنتي لا الحقيقة ما تمسكنت ابدا ما كنت مضطرة يعني انا بنت عائلة مسقلفة ومتعلمة ومدركة تماما لحقوق المرأة بس الحقيقة انه واجهت ببدايات حياتي صعوبة مع ابي بمعنى انه كان هو الى حد ما متخوف كتير يعني هذا الحكي بدي اقولك يا بمنتصف السبعينات يعني وقته كان فيه طلعوا سرايا الدفاع و جماعة رفعة الاسد وكان خاف عليه كتير بصراحة وكنت اذا بتمرقي ساعة ستة سبعة المساة من تحت جلسة فيكتوريا كانوا يتمركزوا هناك كان بصراحة منظر مخيف نكلفي لا سلطة لا للرجل ولا للمرأة يعني فكان بالنسبة له رعب انه انا مثلا اطلع اروح ع السينما من الستة للتسعة يعني ممنوع من الستة للتسعة ممنوع من الستة للتسعة ممنوع يعني كان السينما كلها ممنوع هلا هو انا بوقتها بصراحة ما كنت افهم شو ليش هو شو هالسر شو يعني ليش هو هيك محددلي حركتي كانت كتير وانا ما كنت نمرودة ما كنت يعني بس كان بديك تقنعيني تقليلي ليش انا مثلا ما في هيك شو اكتر موقف هيك عملوا معك ابوكي بحسي انه يعني كان فيه له صلفة عليك او ما قدرت تعمل بديك ياه لما قدمت مسابقة المزيعات بالتسعة وسبعين هو كانت اللجنة كله اصدقائه وبيعرفهم يعني وكان فكرة انه اطلع التلفزيون كانت مخيفة بالنسبة له هو بيعرف انه اذا بده يقلي لا تروح يتقدمي انا بده يروح قديم يعني بالنسبة لي خاصة انا كنت بفترتها قارية الباحث الاجتماعية نوال استعداوي وكانت اغذي ابعادها وكانت عامل كتاب اسمه الانسة هي الاصل انا كان جزء من استقلالي اني اشتغل وكان هو بالنسبة له فكرة الفن والتلفزيون هو كان عضو بجمعية الفن ببداياته وكان ممثل فشو عمل معك؟ دعمي ما دعمني ابدا بالعكس حكى مع اللجنة وما اخدوني قال لهم ما ياخدوك اي 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 قال لهم بصراحة ما بدي بنتي تطلع التلفزيون كين عن تجربتك بالعمل بالسياسي؟ تجربتك بالعمل بالسياسي الحقيق شكرا جميلة والله يعني تعرفي بعد محنة سوريا صار اي حدا بيحمل فكر او عنده رؤية او عنده تصور لسوريا يحب يشارك لانه كنا نفكر انه هاي المشاركة بتوصلنا لشي يعني او بتخلينا نعمل يعني شي نحنا مقتنعين فيه نقصر فيه نكون فعالين يعني وشاركت كتير شكرا هاي طفيت اوه خليها للبرنامج القادم طيب شاركت بتأسيس شبكة المرأة السورية وقبلها بمصر كنت عملنا رابطة نساء السوريات كله باطار تمكين المرأة كان في حدا عم يقيدكن يعني حسيتي انه هاي المشاركة كانت شكلية ولا يعني مجرد انه مشان يقولوا انها هاي المرأة مشاركة وقدام المنظمات الاجنبية انها عم نمكن المرأة كان فيه تقييد لصلاحيات المرأة بس انها موجودة بالمجرسة حكيتلك انا مشاركتي باطار المنظمات النسائية بس انا شاركت بكذا تجمع سياسي صراحة كنت حس انه الرجل لازال غير مقتنع بعمل المرأة ومشاركته ولا بأي اطار لهلأ بتحسي هذا الشيء لهلأ بحس هذا الشيء وكتير حسيت انه كانت خياراتنا العلاقة بانه واجهة ديمقراطية انه قدام المنظمات شكلية انه شوفوا نحنا في عنا نساء وعنا طبيبات وعنا مهندسات وعنا فنانات وعنا بس عمليا انت رأيك ودورك ما كان فعال رغم انه كل المحاولات اللي بيعملوها انه انه اللي يكون دورك فعال بس وعمليا انت دورك ما كان فعال صراحة كتير انصدمت بكتير من الامور وجزء منه فعلا انه ما بتحسي الرجل مقتنع تماما انه المرأة فيها تكون بهذا بأعماقه انه انه انت ممكن تكوني مؤثرة وإليك مكانتك هذا كثير مهم طيب صارت قصة من فترة عن شي انت كتبتي فترة طويلة يعني عن الحجاب شو رأيك بالحجاب الحجاب هو خيار يعني انا بالنسبة إلي ضمن إطار حرية المرأة واستقلاليتها انت بتختاري الشكل اللي بتحبي تواجهي فيه المجتمع بس انتهموكي انه كأنه انت ضد الحجاب هلا انه يعني تهموني بكتير قصص بس يعني هذا شوفي هذا له علاقة بفهم الدقيق للأشياء انا اللي كتبته بصراحة اني انا لما ريحت ع السويد كنت في مدينة هيك صغيرة وكانوا اغلبيتها سوريين وكلهم محجبات كنت الوحيدة انا ماني محجبة فيه كانت صبية تانية كمان وصديقة اقلي كمان محجبين بس السوريات عم بحكم بفترتها كان شعري قصير واشقار هيك ولما كون جاي ع السوبر ماركت مثلا من بعيد يفكروني سويدية لانه شقرة وبلا حجاب وبهي المدينة المصغيرة فلما قرب يعرفوني اهلي ستعزاكة زي سلموا عليه كلهم شايفين دراما بشوفوا تليفزيون وشايفيني عن تليفزيون فانا وقتا استغربت انه طيب يعني بسوريا ما كنا محجبات كل سوريا محجبات واللي طلعوا على اوروبا واللي عملوا لجوء وهاجروا وكذا كمان ممكن انه محجبات اذا ليش هذا التقييد يعني انه ليش انا لازم كون محجبة هو مثل انه تقطير انه اذا محجبة معناتها تتبعها صفات معينة اذا مو محجبة مثلا تتبعها صفات معينة انا طبع منظمة الهجرة لما استقبلتني استغربت اني سورية كمان لانه عم تقلها المترجمة انه وصلت الستعزافة عم تقلها وينها قطلة ليك انازلي على الدرج قطلة هاي قطلة ايه قطلة مو محجبة هذا كمان مرسومة عند الغرب حتى عند الغرب يعني غالبيتهم بخاصة بالفترة الاولى للجوء صار يفكروا انه كل الناس السوريين هني محجبات فانا اللي قلته انه هذا الحجاب خيار ما انه بالضرورة انه تكون سورية فاذا لازم تكون محجبة ومو بالضرورة تكون غير سورية فمو محجبة طيب خلال هل يعني سبع السنين من الشاقات خلينا نقول شو اختلف بحياة المرأة السورية انتي بتشوفي هل هي قدرت تحصل على حقوقها اكتر او برزت بشكل اكبر هلأ شوفي للنساء اللي طلعوا على اوروبا يعني اذا بتشوفي حصائيات كتير كبيرة بيقولولك انه ارتفعت كتير نسبة الطلاق ومضبوط ارتفعت نسبة الطلاق لانه بالغرب المرأة لها حقوق والرجل ما فينه بكل بساطة يفوت يدقى قتلى لمرته ويطلع هل بتعتبري انه اللي صار الطلاقات اللي صارت انه هي كشفت الاساس الممكن يكون سيء طبعا بعلاقات الارتباط والزواج اي طبعا لانه لالك شو اللي صار اللي صار انه المرأة اللي طلعت عندها ثلاث اربع ولاد كانت محاصرة بسوريا باعراف بوضع اقتصادي بسلطة ابوية او بسلطة عائلية كانت طلاق بالنسبة الى شغلة مكان عندها خيارات مكان عندها خيارات كانت وين بده تروح تسكون وين بده تعود ومع مين بده تعود مكان يختر له انه تترك البيت وتطلع فلما طلعت على اوروبا الدولة والانظمة حاميتها عطتها سكن عطتها رواتب عطتها حماية مكانتها مكانتها يعني ساعدتها على انه ما مكانتها حامتها بس عطتها امكانية انه تمكن تمكن نفسها تتعلم لغات تشتغل فصار انه فجأة حست انه هذا الشخص ما عاد مضطرة تتحمله طبعا انا ما عم بحكي بتعميم بس في حالات طبعا انه ما عنده خيار في نسبة كبيرة يعني خلينا اسألك انه في ناس بتقول او حتى نساء نفسهم بيقولوا انه اكتر عدل المرأة ممكن يكون هي نفسها انه هي ما حاطة احتمال انه تحصل على حقوقها او بتستسلم تماما الوضع فهي بتخلي المجتمع والسلطات اللي موجودة فوق انه تقوى عليها بزيادة يعني يعني انت اللي بيعطيك الشجاعة وبيعطيك القدرة على المواجهة انه يكون في قانون يحميكي تمام لما ما بيكون في قانون يحميكي فانت بتصير ضعيفة يعني ما في شي تستندي عليه اذا كان المجتمع ما بيساعدك والقوانين ما بتساعدك فانت بتستسلمي يعني شو في المواجهة مواجهة مواجهة مجتمع مواجهة قوانين مو شي سهل ابدا ابدا ومو كل النساء قادرات على مواجهة الصعوبات في الحياة لانه شي طبيعي انه ما تكون فلانة بقوة فلانة لانه ببساطة ما عنده خيار يعني اذا بده تعمل اي تصرف ما عنده خيار اخر مجتمع اثاس يعني انت لما بدك تمكني امرأة فبدك تكوني مهدة طريق الداما اعطيتها حقوقها اعطيتها الفرص امكانية فرص العمل اعطيتها خيارات لهيك نحن برنامجنا يعني اول حلقة كانت عن تمكين المرأة وهي فكرة البرنامج انه المرأة بالاخر تقعد في البيت وفي المطبخ خلص هيعدنا في البيت ومطبخ بس شو نعمل اللي بدنا يا انا كتير سعيدة بلقائك وكان هيك حديث كأنه في بيتنا ستعزل بحرق مسعد نورتنا وشرفتنا بالبيت وكنت اول ضيفة اكيد رح نكمل حوارنا او حديثنا بغرفة الاعداء هلا وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة